بعد يوم من إلغائه قمة مرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليحيي آمال عقدها من جديد ففي تصريح للصحفيين من البيت الأبيض قال ترامب إن عقد القمة كما كان مقررا لها ممكن سنرى ما سيحدث نحن نتحدث معهم الآن قصدروا تصريحا لطيفا جدا وسنرى ما سيحدث قد تعقدوا حتى في الثاني عشر هم يرغبون بعقدها وكذلك نحن بسيط الأمل الذي أوحى به ترامب تردد صداه في تصريح لوزير دفاعه جيم ماتس من البنتاجون لدينا أخبار قد تكون مفرحة بشأن القمة مع كوريا الشمالية التي قد تعقد إذا نجح ديبلوماسيون في إعادتها إلى مسارع ورأينا بهذا الشأن هنا في وزارة الدفاع أنه أمر حسن القوى الإقليمية ككوريا الجنوبية والصين تدفع هي الأخرى باتجاه عقد القمة أعتقد أن علينا إحياء الفرصة التاريخية لنزع سلاح نووي من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام نأمل أن تتمكن كوريا الشمالية والولايات المتحدة من استغلال التقدم الإيجابي الأخير والتحلي بالصبر وأظهار حسن النية والالتزام بمعالجة بواعث القلق من خلال الحوار والتشاور وبدل جهود مشتركة لتعزيز عملية نزع الأسلحة من شبه الجزيرة الكورية أما رئيس وزراء اليابان شانزو آبه فأكد أهمية عقد القمة لكنه اشترط أن تنفذ بيونج يانج شروطا معينة قبل أن تناقش الدخول في شراكات طويلة الأمد مع دول أخرى كالتخلي عن السلاح النووي ويعادة المختطفين واستفاء قرارات الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر